إن القرار صادر عن الحكومة الإسرائيلية المغطرفة بشأن منع المسلمين من دخول الأقصى هو قرار باطل يتعارض مع حرية العبادة وبخاصة نحن نستقبل شهر رمضان المبارك فإن المسلمين يحرصون حرصا شديدا على ثأدية الصلوات في الرحاب الأقصى المبارك وكما هو معلوم أن الأقصى هو للمسلمين وحدهم ولا يخضع لأي قرار سلطوي أو قرار محاكم فهو أسفل من ذلك